السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي القناة تعلمني تحترفينما كنت في الوطن العربي الكبير ورحب بك في هذا الفيديو الجديد فيديو اليوم بإذن الله تعالى سوف أشاركك من خلال طريقة بسيطة جدا ستجعلك تحافظ على شحن بطارية هاتفك لمدة أطول وذلك باستعمال تطبيق هيرميت هذا التطبيق موجود على متجر جوجل بلاي وطبعا كمجرات العادة سوف أضع لك رابط تحميلها أسفل هذا الفيديو التطبيق يمكنك من إنشاء تطبيقات اقتصادية للمواقع التي تقوم بزيارتها كل يوم وهذه التطبيقات يمكنك الاحتفاظ بها على وجهة هاتفك وفي كل مرة تريد الدخول لذلك الموقع تنقر فقط على الإقونة ذلك الموقع على هاتفك وتدخل إليه مباشرة هذا الأمر كما قلت سوف يجعلك تحافظ على شحن البطارية لمدة أطول لأن عندما تدخل للموقع مباشرة من هذا التطبيق الذي ينشئه تطبيق هيرميت ليس كعندما تدخل إليه من متصفح فعندما تفتح بطبيعة الحالة المتصفح فعديد الأشياء تفتح معه في نفس الوقت وتجعل المتصفح يستهلك البطارية بشكل سريع لكن عندما تدخل للموقع مباشرة فالأمر يختلف إذن نعطل في الحديث كثيرا فأمر مباشرة إلى الشرح هذا التطبيق إذن الآن أمر إلى الشرح هذه هي قولة التطبيق فكما تشاهد الآن على الشاشة بعد الضغط عليها هو الدخول إلى التطبيق سوف تشاهد الواجهة على هذا الشكل واجهة بسيطة جدا كما تشاهد فعندما تريد أن تقوم بإنشاء أي تطبيق تنقر هنا على علامة الزائد أو إضافة في أقصى اليمين بعد ذلك سوف تشاهد هنا أنه يقدم لك مجموعة من التطبيقات مسبقة لجرائد إلكترونية أو لمواقع معروفة أو مواقع التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك نفترض مثلا أنك تريد إنشاء فيسبوك ثاني وهذه من الميزات أيضا التي يقدمها هذا التطبيق فعندما تشتغل بالحساب الخاص بك أو الفيسبوك الخاص بك على الهاتف يمكنك أيضا فتح حساب آخر وذلك بالنقر هنا كما شاءت معي وبعد ذلك سوف يفتح معك كما تلاحظ ويمكنك إجراء بعض التغييرات على الخلفية الخاصة بالتطبيق الجديد الذي تقوم بإنشائه يمكنك تغيير الألوان من هذه الخانة كما تشاهد معي هنا تغير إلى اللون الذي تريد كذلك نفس الشيء بالنسبة لهذا المكان تغير كذلك اللون وهنا تغير الإسم مثلا تريد أن يكون هذا هو الحساب الثاني لك في الفيسبوك تضيف هنا مثلا رقم إثنان فيسبوك إثنان لكي تميزه عن الحساب الأول ويعني تحتفظ بالعيقونة على شاشة هاتفك وستشاهد معي ماذا سيحدث الآن بعد أن أخرج من هذا التطبيق لاحظ معي هنا أنها تمت إضافتها بنجاحة عيقونة الفيسبوك رقم إثنان وكنت قد فتحت الفيسبوك آخر وأشغل الآن على الهاتف وهنا تدخل معلوماتك وتدخل إلى حسابك الثاني في الفيسبوك إذن نفس الشيء ينطبق على جميع المواقع الأخرى فإن كنت تريد فتح أو قيام بإنشاء تطبيق لأي موقع كيفما كانت تضغط على نفس الآيقونة في أقصى اليمين بعد ذلك هنا تدخل رابط الموقع الذي تريد أن تقوم بإنشاء له تطبيق هنا سنقوم مثلا بإدخال مدونة تعلم لتحترف تعلم pro.com وكما قلت يعني يمكنك إنشاء عدد لا منتهي من التطبيقات للموقع التي تقوم بذيارتها باستمرار فمثلا نقوم مثلا بإدخال يعني موقع تعلم لتحترف كما تشاهد معي هنا يعني لقد أعطانا الموقع سوف أدخل إليه وكما تلاحظ هذه هي وجهة الموقع فهذا الموقع الآن سوف يحوله إلى تطبيق صغير يمكنك الحفاظ به على الشاشة الهاتف كما قلت كما تلاحظ يعني هذا هو الموقع يعني بعد ذلك سوف تأتي إلى هذا المكان إلى الأسفل هنا وتختار له اسم لذلك التطبيق ولا طبعا نتركه تعلم لتحترف كما هو موضح في الصورة وبعد ذلك تضغط على Create بعد ذلك سوف ينشئ لك هذا التطبيق كما تلاحظ هذا هو وجهة التطبيق بعدها يمكنك إجراء بعض التغييرات في الألوان ممكن أن تضيف بعض الألوان المشابهة لذلك الموقع كما تشاهد هنا تغير اللون نفس الشيء بالنسبة لهذا المكان أيضا هنا تقوم بإجراء تعديل على الإسم أو إضافة أيقونة كذلك لتميز به التطبيق هذا ما يوجد في هذه الأيقونة بعد ذلك تضغط هنا على إتمام العملية بنجاح سوف أقوم الآن بالخروج من التطبيق وستشاهد أنه تم إضافته الآن على شاشة الهاتف كما تلاحظ الآن فورا الضغط على هذه الأيقونة سيتحول بمباشرة إلى التطبيق مدونة تعلم لتحترف كما تشاهد وهذا الأمر يسري على جميع المواقع التي تريد أن تدخل إليها وكذلك إن كنت تريد أن تقوم بإزالتي مرة أخرى مثلا تريد إزالة هذا التطبيق يمكنك الدخول مرة أخرى إلى التطبيق وتضغط هنا على Remove الاختيار رقم أربعة هنا وتضغط على إزالة التطبيق وعندما تخرج من التطبيق تجد بأنه تم إزالته بالنجاح هذا الأمر كذلك ينطبق عليك قنوات اليوتيوب يمكنك القيام بإنشاء تطبيق لأي قناة تريدها وتحتفظ به على شاشة هاتفي إذن هذا كل ما في شرحة اليوم أتمنى أن يكون قد نلعجبك إن كان الأمر كذلك لا تنسى الضغط على Like وكذلك إن كانت هذه مشاهدتك الأولى لقناة تعلم لتحترف أدعوك للضعط على الزر اشتراك والانضمام من أزيد من 9000 مشترك شكرا لك على المتابعة وإلى اللقاء